سالة رجال مع نادي الأهلي ونادي الاتحاد الحقيقة نادي الأهلي تسيد المباراة في أغلب أوقاتها وشفنا تقلق من أليكس يونج لعب النادي الأهلي المحترف في تلاتاته سلي بوينس حط يمكن 27 نقطة مبارح شفنا مباراة ماشية أكوى الجيم الأهلي بيطلع بسكور كبير الاتحاد بيعود ويطلع ب4-5 بونت والأهلي يطلع المطش راح وجيك أكتر من مرة اللي عايز أقوله أنه إحنا يعني طبعا محترمنا طبعا للتحكيم أداء التحكيم والحقيقة كتوتل أداء التحكيم مش وحش ولكن إحنا بس هنعلق على آخر كرة في المباراة الحقيقة آخر كرة في المباراة اللي في آخر ثانية كانت مع أليكس يونج كان بيشوت كرة سلي بوينت من يعني ال180 درجة أو من البيس لاين من جانب الملعب والحقيقة كان ضده فاول واضح للناس كلها الحقيقة كان ممكن ياخد دي رامية سلسية لو كان خد فاول كان خد تلات راميات وارج جدا يجلي واحدة والمطش يخلص برضه بس إحنا كنا بنتكلم أنه كان يستحق آليكس يونج في هذه الكرة فاول إحنا مش هنقف كتير على موضوع التحكيم يعني طبعا لأنه الخسارة بس يعني مش موضوع ما بقاش تحكيم بس بيبقى فيه طبعا أمور فنية كتير جدا أكيد كنتش أشرف قدرة بيها مننا ولكن إحنا الكرة دي اللي اتكلمنا عنها بالأخص لأنه كل جمهور النادي الأهلي شافها وحتى خبرة التحكيم نفسهم اتكلموا عن الكرة دي أنها كانت واضحة شوية أنها فاول لأنه آليكس يونج كان مسجل كور كتير سري بوينت قابليها يمكن تقريبا سبعة من عشر على ما أتذكر فطبعا كان مهم جدا أنه ما يحطش دي لأنه هجيب الإيكوالجيم وهيروح على الأكسر طيب فالحقيقة لا مش هنقف كتير على موضوع التحكيم إن شاء الله إحنا دلوقتي في مرحلة إن إحنا نساند فرقتنا بأقصى جهد وبأقصى مساندة الحقيقة لأنه زي ما شفنا في دوري الان بي باسكتبول بيحصل إن فرقة بتتأخر 2-0 طب ما النادي الأهلي كان مش هنروح بأيدي النادي الأهلي نفسه الفريق ده كان في نفس الستوائشن 1-0 ودخل على مبرمع نادي الاتحاد كسب بقى 1-1 هي نفس القصة 2-1 زي 1-0 النادي الأهلي إن شاء الله إذا كسب بكرة رجعنا المربع صف ورجع الأمل تاني ولكن المباراتين اللي جايين إن شاء الله هم مبارات كؤوس مش عايزين نفكر في المبارات اللي بعد اللي جاي احنا نفكر مبارات مباراتها وعلى فكرة بلي أوفس كده ما تفكرش في اللي بعد كده فكر في المبارات اللي جاي بس طبعا إحنا محتاجين نقول بعض الأمور المهمة عن هذا الفريق الفريق ده كان في صفقات كتيرة جدا جات السنة دي في تسع لعبين أنا بس على ما أتذكر أحمد أمين أليكس يونج أحمد إسماعيل إهاب أمين أنا آسف أنا آسف إهاب أمين أحمد إسماعيل أليكس يونج عندك عبد الفضيل أيمان شوكت عندك مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين الشرشابي عندك مجموعة محمود الزياد كل دول مجموعة سبعة أنا مش عايز أنسى حد بس كل دول مجموعة من اللاعبين أول مرة تنضم للنادي الأهلي على فكرة للناس متعرفوش القيمة للفريق 14 لعب أنا ذكرت سبعة هم تسع الحقيقة تسع لعبين السبعة الأدام حتى بيلعبوا مع سبعة جداد والسبعة جداد ما لقبوش مع بعض قبل كده فطبعا الهارموني اللي لسه غايب عن الفريق وخلي بالكم من حتة مهمة كمان مش بس الفرقة تتطبع مع بعض لا المدير الفني مع اللاعبين كمان أنا ما اتمرنتش مع كوتش أشرف قبل كده مش هيسم يعني اللاعب الجديد اللي جاي ما اتمرنتش مع كوتش أشرف طب ما هو بالوضع الطبيعي أنا مش فاهم هو عايز إيه لسه كون إن النادي الأهلي يوصل نهاية كأس مصر ونهاية دور العام السوبر بعد معامل الصفقات دي تاني موسم أو في نفس الموسم على طول الحقيقة ده إنجاز ولكن جمهور النادي الأهلي دايما جمهور بيبص للبطولة ودايما بيبص للمركز الأول خلينا أقول لكم حاجة نادي الاتحاد نادي أو الفرقة فرقة قوية جدا ومحترمة ومعام مدير فن رائع كابتن مرعي الفرقة دي اتبنت في ثلاث سنين يعني قاعدوا يبنوا في اللعيبة ثلاث سنين عشان يوصلوا للمنظر اللي احنا شايفينه والحلو في الملعب فرقة جد كويسة طبعا ما ننكرش زي ما فرقتنا كويسة ما الدليل إن هم اللي تنبلعبوا في الفاينال ولعبوا في الفاينال أيضا كاس فلازم يبقى عندنا يعني ثقة في الفريق وإن الفريق عنده أكتر من كده بكتير وخلينا أقول لحضراتكم كمان إن مباراة بكرة مباراة مهمة جدا واللعبين مركزين ومش محتاجين نقول حاجة غير حاجة واحدة بس ندعم الفريق حتى آخر ثانية وهصدقوني الباسكت زي ما شوفنا الحلقة اللي فاتت لعبة نص ثانية مش ثانية بتقدر تغير الكفة بيستونسيلتكس كان كاسب اتنين صفر مع على ما أتذكر كليبرس تقريبا ودلوقتي اتنين اتنين ووسط النتيجة تلاتة اتنين مفيش بعيد خالص كل حاجة قريبة بس نركز في مباراة مباراة بل شوت شوت كل التوفيق لرجال كرة السلة الحقيقة كنت محتاجة أتكلم عنهم شوالا إن المنافسات شديدة أو المنافسة من على التانية الاتحاد شديدة جدا طيب